اليوم تذكرت قصيدة للشاعر المعروف أحمد شوقي عن المعلم قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أعز من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا تخيلنا من الذي رد على هذا شاعر إبراهيم طوقان فقال يتحدث عن وضع المعلم يقول شوقي وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا لو جربت تعليم شوقي ساعة لقض الحياة شقاوة وخمولا حسب المعلم غمة وكآبة مرأة دفاتري بكرة وأصيلة لا إله إلا الله قصيدة طويلة واقع مؤلم جدا بدأنا فيه للمعلم إبراهيم طوقان تقريبا كان بأي سنوات يعني ألف هذه يعني هي بعد تقريبا بعد قصائد أحمد شوقي لا أذكر بالضبط يعني وجدت المعلومة منذ أيام لكن لفت انتباهه أنا برأيه عانى من واقع سيء حتى أضطره إلى الكتابة بهذه تعرفوا أن الشهر ده كان اليوم العالمي للمعلم بيبقى يوم 5 أكتوبر دايما صحيح فسبحان الله بنعيش واقع عجيب جدا شيرت بوست كده بفيديو على الفيسبوك وعلى تويتر بس عجبني جدا هو من 2016 لكن للأسف المناسة شايفة صدفة هو عن وزير الصحة المصري بيتكلم في برنامج تلفزيوني وبيستضيفه أحد الإعلاميين المحردين جدا جدا يعني في هذا التوقيت على العنف وعلى الفرقة وعلى وعلى فبيقوله أنت ما بيقابلكش يا سعادة الوزير معلم إخواني طبيب إخواني بيعالج الشرطي أو الظابط أو بطريقة غلط استنكر جدا ده قال له أنت بتقول إيه لا يمكن ده لا يحدث أبدا لم يحدث أبدا إحنا كلنا أطباء وكلنا بنتعامل معاملة إحنا بنتعامل مع المريض اللي جاينا هو محتاج إيه مش هو انتماءه السياسي إيه جميل على النقيد بقى ده بيفكرنا باللي بيحصل دلوقتي كان فيه قرار لسه الأيام اللي فاتت دي في مصر من وزير التربية الحالي بقى وزير التربية الحالي عايز أقول لكم أن وزير الصحة الصابقة ده اللي كان معا الفيديو ده خلاص بعد أيام اتشال ليه لأن هي دي وجهت نظر ووجهت نظر وأن الجميع سواسية وأن احنا جميعا مصريين وزير التربية التعليم الحالي بيتعامل بمنطق بقى النظام نفسه اللي هو انت انتمائك السياسي إيه تخيلوا أن هم فصلوا أكتر من ألف وسبعين معلم مصري عشان بس انتمائهم السياسي على فكرة أنا حابة أذكر هالأمر حتى بسوريا يعني صار معنا قبل الثورة نواة سبحان الله وهو كان سبب يعني من أسباب حتى اشتعال الثورة فصلوا ألف ومئتين معلمة من التعليم بحجة النقاب وبحجة ظهور بعض الحالات الفردية في الريف ومعلمين يعني نفس الأمر حصل عندنا منذ سنوات نعم لأسف الشديد بدل ما تكون مهنة التعليم يمكن هي المهنة اللي أساس المفروض أنها تجمع الشعب لنقل تحت مظلة واحدة وأنه تكون الأساس للتربية لأنه نربي على قيمة التسامح قيمة تقبل الآخر قيمة الانصهار مع الآخر خصوصا في هموم الوطن والمواطن وقيمة لنقل التصالح وعدم العنصرية وما إلى ذلك لكن للأسف الشديد يمكن حكوماتنا العربية اعتادت أنه تزج المعلم ومهنة التعليم بشكل ككل في زاوية ضيقة جدا جدا وقللت من قيمة هذه المهنة أنا أعتقد أنه إحنا في عالمنا العربي يمكن الإشكالية الأساسية التي أدت لك كل هذه المصائب سواء على مستوى أنه إحنا نفصل معلمين بسبب انتماءاتهم السياسية أو حتى على مستوى الرواتب المتدنية جدا للأسف الشديد يمكن وكلياتنا يمكن تابعنا إضراب المعلمين في الأردن اللي كان من حقهم أنهم يطالبوا بحق بسيط وطبيعي أنه ترفع رواتبهم لأن الرواتب في الأردن متدنية جدا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جدا فالمشكلة الأساسية باعتقادي بالنظرة لهذه المهنة على مدار سنوات طويلة يعني بالزمنات إحنا لما كنا نسمع من أهلينا كيف كانت قيمة المعلم كان المعلم مجرد مثلا أنه يدخل المدرسة بالفعل قم للمعلم وفيه التبجيلة كانت قولا وفعلا كانت المدارس العربية على فكرة يحجوا لها الناس من مختلف البلاد سواء في مصر يعني إحنا في مصر بنحكي عن تقدم المدارس في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي مش إنه فترة بعيدة جدا كانت الناس تيجي على الناصرة مثلا بفلسطين وكانت تنهل من مهنة التعليم والعلوم والمعارف الموجودة هناك لكن للأسف الشديد على مدار السنوات الأخيرة مهنة التعليم انحصرت بكونها فقط مجرد أداة لدرجة أنه بالنادر الآن ما تسمعي طفل إذا بدك تسئلي مثلا شو حابب تصير في المستقبل مستحيل يحكي لك معلم لأنه هو نظرته للمعلم نظرة متدنية إذا كان بيتعب كل هذا التعب وإذا كان أصلا المعلم نفسه مش قادر أنه يعطي ما في وسائل إله متوفرة عاد عن الرواتب المتدنية ماذا بقي من هذه المهنة غير مثلا غير إصص الفصل للمعلم أو مثلا في الأردن للأسف الشديد في بداية التظاهرات تم استخدام غاز مسيل للدموع هذه تعتبر إهانة كبيرة على فكرة مش بس للمعلم إهانة للدولة إهانة للشعب إهانة لقيمة التعليم صحيح الله للأسف البنك الدولي نفسه يربط الهبوط الاقتصادي لدول العربية بسبب تدني التعليم فيها جودة التعليم فيها الآن باستحضرني كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس الدكتور مجد العرسام في هذا الكتاب تحدث عن أهمية دور التعليم في نهضة البلد فيقول عندما ظهر جيل صلاح الدين حقيقة كان أول إصلاح قام به هو إصلاح المجال التعليمي فبالتالي عندما ينصلح التعليم تنصلح جميع المجالات في هذا الكتاب هو يربط الاقتصاد مع السياسة مع جميع المجالات في نهضة التعليم عندما ينهض التعليم تنهض جميع الجمالات الأخرى وأيضا نستطيع في هذه الحالة استعادة القدس الآن الجميع ينادي في زمن الحروب التي نعيشها متى يظهر لدينا صلاح الدين حقيقة لن يظهر جيل صلاح الدين إلا في حالة استطعنا أن نوجد نهضة حقيقية في مجال التعليم ولن تكون هناك نهضة للتعليم إلا عندما نراعي شروط المعلم الآن جميع الخبراء التربويين يؤكدوا على أن المعلم هو أساس النهضة في مجال التعليم لكن إذا تتبعنا التقارير الدولية بشكل عام سنلاحظ أن حقيقة في الدول العربية المعلم يعاني إلى أبعد درجة مثل ما تحكيت يعني تحدثت إسراء حقيقة وضع المعلم وضع جدا مأساوي في الجانب التعليمي للأسف صارت من أسوأ المحن تقريبا يعني في عالمنا العالم أدنى الصهير الفكرة يا جماعة مش أنه بعد ما بقى معلم بقى يلاقي تحديات وهو أساسا بيتأهل كي يكون معلم يعني كلية التربية خلينا نلقي نظر على كلية التربية اللي بتخرج المعلم بعد أربع سنوات منها حملة إزاي؟ الكلية النهاردة أصبحت خاوية من القيمة يعني هل ما يقدم المعلم النهاردة يستطيع أنه يبني معلم جيد يبني أجيال؟ ولا هو لسه عنده خلل في بناءه أصلا التكوين التربوي يعني أنا أتذكر أنا أصلا خريجي التربية على فكرة فعندنا كان عندنا مادة أنا تربية شعبة رياض أطفال جمعيتي كده فكان في مادة من المواد كانت بتضرق بيدهانة اسمها التربية الحركية أن أنت بيسمعي ميوزيك وبتقومي بجومة الحركية بجسمك بحيث أن أنت يبقى البادي لانجوش بتاعتك لما تيجي تقدمي للطلبة أو تقعودي مع الطلبة يبقى صحيح بس ده إزاي بيتم أنا الفكرة لطيفة الفكرة لطيفة أن أنت تتدربي على ده بس أنت كبنت محجبة أو كطالبة محجبة في كلية تربية فأول حاجة بتشوفي مين اللي حدرسلك المادة فتتفاجئ إن هو شباب مجموعة شباب ولاد ومطلوب منك أن أنت تلبسي في السكشن بتاعك بادي وستريتش طب إزاي وأنا محجبة وبدون حجاب فأول تحدي لك أنت يعني ما فيش احترام للجزء التكويني بتاعك أو أنت الثقافي والديني والاتجاه اللي أنت متعودة عليها أو اللي أنت جاي أصلاً الكلية به في النهاية أنت في بلد مسلم يعني أنا مش راح أتعلم في أمريكا فبفرض ثقافتي عليهم ده أنا في بلد مسلم بلد الأزر فدي كانت أول حاجة استغربته أنا دخل أقول جامعة كده يا ربي أول مادة كده التربية الحركية دي كانت بالنسبة لي صدمة فكنت بتهرب من السكشن أن يعني أتحيل على الدكتور أن أنا مريضة النهار ده أنا مش عارب لأنه مش طبيعي مش طبيعتي في وقت الامتحان كان ضروري أن أنا أحضر الامتحان فبالنسبة لي كانت أسوأ مادة في الحياة وعملت فجوة بيني وبين الجامعة بشكل غير عادي لأن أنا محجبة إزاي حق لحجابي قدام تلاتة من الشباب ده كترة ومعدين وكده قاعدين بيقيموا الحركات بتاعتك وانت طبعاً يعني برضو حتى للسيستم اللي بيمرسوا بيه الحاجة اللطيفة المادة حلوة ليه ما يكونش فيه متخصصات في ده مع الطالبات المحجبات مثلا ليه لم يستسنى الطالبات المحجبات في سكاشن خاصة بيه كان ده مرفوض تماماً وده ما يصحش وده ما ينفعش ومنهجة فهي وصلت لديه وصلت أني فعلاً بالفعل فيه جزء بيمارس وحناً أنا ضد نظرية المؤامرة بشكل يعني كل وتفصيلي لكن في الجزء ده أنا وقفت عند ليه ليه المانع هو أنا برأيي أنه هو سوق تخطيط كمان يعني عدم المواقمة بين المجتمع مثلاً واقع المتدرب أو الطالب ثقافة يعني مراعاة ثقافة البلد يعني مراعاة الثقافة كتير أمر مهم لذلك أنا درست على فكرة دبلوم تأهيل تربوي بعد وهذه أهم سنة على فكرة في كلية التربية كون أنت يعني درستي كلية تربية لكن دبلوم التأهيل التربوي لدينا بعد اللغة العربية درست سنة فهي من أفضل السنوات اللي لازم تأهل المعلم أصلاً لدخول الدرس يعني الأربع سنوات لحالة والسنوات العملية لحالة فسوق التخطيط وسوق التنظيم وعدم مراعاة هذا الواقع الذي يعيشه الإنسان يعني بيختلف بين الغرب وبين الشرح فهذا أمر هو السبب الأساسي يعني هو السبب شوفي أنا كتير باقتنع بتقرير لونسكو عام 2017 يربط اللي رصد حالة تعليم في جميع البلاد هو ربط جودة التعليم بالحكومات يقول في هذا التقرير عندما تكون الحكومات على درجة من الرقي في هذه الحالة يتطور التعليم حقيقة الموضوع اللي عم تتحكدس عنه فيروز نحن موجود عندنا في الجانب النفسي أنه لابد دائما يكون هناك مواءمة بين ثقافة البلد اللي نحن عم نعطي فيه هذه الإجراءات مقبولة في البلاد الأوروبية لكن شو اللي بيصير نحن في البلاد العربية نأخذ ما يوجد في الثقافات الأوروبية ونريد أن نطبقها في بلادنا مع أنه خطأ في الثقافة أصلا لابد في الجانب النفسي إذا تتبعنا الجانب النفسي لابد أنه نحن دائما نأخذ الأشياء الملائمة لثقافتنا حتى يصير عندنا جودة تعليم عالية أنت لاحظت كيف تقولك أنا كنت ما بقدر أني أمارس هذه الرياضة فهي بالحقيقة عم يأخذ قوانين موجودة في أوروبا نأخذ كتاب وبننطبقه طب هذا يختلف ثقافيا لابد أنك تعمل تعديل هم لم يقوموا بعمل التعديلات اللازمة اللازمة حيث أنها تتلاءم مع ثقافتنا وديننا الموجود في بلدنا تعرفي يمكن هذا الكلام أيضا يحيلنا لمسألة فعلا منظومة التعليم العقلية اللي تقود منظومة التعليم ككل في عالمنا العربي على سبيل المثال للأسف الشديد في بعض التخصصات اللي بدخل فيها المعلم كمعلم بشكل مباشر المعلم صف مثلا ما بعرف في بلاد مختلفة أيش بيسميها معلم صف هو اللي بدرس السنوات الأولى طبعا السنوات الأولى مراحل حساسة جدا وهذه المهمة أصلا هذه السنوات اللي أنت بتأسسي فيها القيم التربوية الأساسية والقيم التعليمية الأساسية من حيث القراءة والكتابة وما إلى ذلك للأسف الشديد أنه يؤخذ من الأساس بيكون الطلاب اللي بفوتوها اللي معدلاتهم متدنية جدا في الثانوية العامة يعني اللي بتلاقي طالب الخمسينات والستينات بفوت هاي التخصصات طيب يا سيدي أنا بدي أحكي بدي أمشي مع ما قولت بعض الناس أنه المعدل قد لا يقيم بشكل كامل طيب الأصل أنه أنت استقبلت هذول الطلاب تتعب عليهم أكثر بتأهيلهم لأنه هذول اللي بدهم يمسكوا المراحل الأولى أنا من المؤسف حقيقة في نهاية الأمر لما أنا كانوا معنا طلاب في الجامعة ما بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا ارجعي وأعتقد الدكتور أنه سيدي ممكن تعرف بهذا الموضوع ارجعي للأصول بتلاقي كان فيه إشكالية حقيقية في تعليمهم في المراحل الأولى لأنه هذه المهارات الأساسية هاي بتعلمها الطفل بالمراحل الأولى ما تعلمها بهذه المراحل بيكون من الصعوبة سعب بتعلمها أنه يكتسبها في مراحل متقدمة بيظلوا متأخر هاي واحدة من الإشكاليات الأساسية الموجودة عندنا عادة عن ذلك مسألة التأهيل يعني للأسف عادة ماشي بدخل الطالب رياضيات علوم شريعة وما إلى ذلك طب كل مادة من هذه المواد تحتاج إلى أسلوب معين بالتدريس تدريس مادة الرياضيات كأسلوب يختلف تماما عن تدريس مادة الشريعة والدين كأسلوب يختلف تماما عن تدريس مادة اللغة العربية مثلا احنا مفتقدين تماما لهذه المسألة أساليب التدريس بتلاقي إما أن الطالب نفسه يكون واعي فيتعب على حاله وإما أنه في نهاية الأمر ما بيتم التركيز عليها بشكل أساسي وما بيتم تأهيله فيما بعد اللي هو قبل ما يدخل السلك الوظيفي لأنه ياخد دورات حقيقية تؤهله ليكون في عنده بالفعل قدرة وأساليب تدريس موائم للمادة اللي هو بيعطيها بس بالعودة للمشكلة الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها مشكلة المعلم المعلم نفسه أنت فعلا لمست نقطة مهمة جدا اللي هي الفترات الأولى اللي لم يتلقى تعليم جيد بسبب المعلم المعلم أصلا ما حصلش على جزء تدريبي كافي إنه يستطيع أن يدرس لطلاف المراحل المختلفة كل مرحلة لها سنها ولها تقصها ولها التعامل معاها ومرحلة السنوي غير الإعدادي غير الإبتدائي وده معروف إحنا للأسف الجامعات اللي بتخرج لطلاف زي ما احنا قلنا فيها خلل شديد جدا أخرج بقى للمجال العملي مع المعلم نفسه خلينا معلش نرجع للجزء بتاع مشاكل المعلم اللي بتقابله في حياته أنا أصبحت الوقتي معلم بس غير كفء فطبيعي إن أنا حصطدم بالجزء العملي بتاعي ده إذا اشتغلت خد بالك إن فيه جزء بطالة شديدة جدا 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 مع المعلمين وخصوصا فيه مثلا في مصر تلاقي إن سنة كام لسه ما جلهاش الدفعة اللي تخرجت مثلا من عشر سنين لسه إلى الأن ما جلهاش جواب تعينها فبتلقت رزقها بقى في حاجات تانية أصبح معلم لكن بيشتغل في فرن بيشتغل في ودي برضو تحديات لابن ما يجي الدور وقد يكون على فكرة معلم جيد يعني زي ما قالت ساعد بيبقى الجزء العملي بيورينا إن معلم جيد يعني أنا رغم كنت بتهرب من الجوة الجامعة لكن في الجزء العملي والجانب العملي وده بنتطلعه من تانية جامعة على فكرة يعني تانية وثالثة ورابعة كنت يعني متميزة جدا فيه التعامل والاحتكاك مع الطلاب بس في النهاية أنت بتواجهي أولا سوق العمل إذا اشتغلتي أنت ما زلتي لسه معلم يعني يحتاج لتدريب زيادة ممكن تقابلي تحديات مع الطلبة نفسهم مع ولياء الأمور الغير المستوابين اللي عايزين حد نازل من السماء فعلا يعني جاي بقدرات خارقة وأن مفروض الطفل ده راح المدرسة النهاردة بكرة يقرأ ويكتب ما عندهمش حتة أنه يعني يتحمل وصبر أو مشقة التعليم وخاصة في الجزء اللي ذكرته أسرة الجزء بداية الدراسة فده بيرحق المعلم كمان يعني عدم قد استعاب أولياء الأمور يعني احنا لسه بقى ما جنش للمنظومة التعليمية النفسية اللي هي سيئة من البداية للنهاية بس خلينا كمان أولياء الأمور هل هم فاهمين طبيعة المعلم والمشاكل والتحديات والإرهاق البدني والنفسي اللي بيكون فيه وعدد الحصص الكتير جدا يعني أنت مفروض بيبقى فيه نصاب حصص للمعلم 22 حصة تقريبا في الأسبوع بيبص يلاقي 1 و 40 حصة يعني مش معقول أداءه في أول حصة زي حصة الستة مثلا لا مثلا في بعض الأهالي بتستوعب هالموضوع يعني بتعرف متاعب المعلم لكن البعض يلقي كل الأمر على كاهل المعلم يعني حتى يحتاج إلى متابعة في المنزل صحيح دور أولياء الأمور أيضا لكن لاحظت على سيرة الأردن لاحظت بعض الأهالي تعاطفهم مع المعلم نعم صار في تعاون شعري رائع يعني حتى فبعض الأهالي ما بعتوا أولادهم لم يرسلوا أولادهم إلى المدارس من أجل المعلم معلم صحيح فبعض الأهالي لكن أريد أن أنبه أو أنوه إلى شيء هنا حتى في تركيا لاحظت قيمة المعلم عند الأهالي صحيح وانا من واقع تجربتي بمدرسة تركيا يعني قيمة رائعة جدا رائعة صحيح حقيقة أنا حتى صار معي موقف يعني المديرة في خلاف بين طالبة سوريا وتركيا فالمديرة أجت تعاقب أو تحكي مع طالب التركي والله أنزلت رأسه بشكل ولا أجت شكوى ولا أجو بهدل الإدارة لأنه كان مثلا فيه سبب ففيه احترام للمعلم فيه تقدير بروع على اجتماع أنا كأم كمان بروع على اجتماع أولياء الأمور مثلا بتلاقي خلص الكل بيستمع للمدرسه بشكل رائع جدا يا نارت الدولة اللي بيبقى في مدرسها أنا دخلت مدرس تركي وشايفة أول حاجة بتدخليها تلاقي رئيس الجمهورية بيبوس إيد معلمه صحيح صحيح الدولة اللي فيها الصورة دي أول حاجة لابد أنها تحترم المعلم طبعا مع وجود حالات ممكن تكون غير يعني لكن أنا من واقع تجربة معه يعني بالتأكيد توجد حالات سيئة أو تعامل أو كذا لكن بشكل عام احترام المعلم هنا رائع لكن تعقيبا على يعني أيضا على فيروز في الأردن يعني أنا تعجبت من ظاهرة هي ممكن تعب تقولك أنه فعلا المعلمين بيكونوا مش مؤهلين في بداية دراستي أنا الجامعية يعني بتذكر لاحظت في عام 2000 كانت تقريبا عشرة عادت الأردن وضع قانون لأنه المعلم في السابق كان المعلم يأخذ دبلوم سنتين فقط ويقوم بتدريس الطلاب لاحظت مجيء أعداد كبيرة جدا من المعلمين اللي كبار في السن بعد ما أمضوا مثلا عشر سنوات في التعليم ألزمتهم الحكومة الأردنية بأن يكملوا الدراسة الجامعية فكانوا يدرسوا معنا لمدة سنتين حتى يكملوا فيما بعد يبقوا على يعني وظائفهم فبالتالي ألزمتهم يعني حقيقة الحكومة الأردنية قامت بسياسات جيدة في مجال التعليم التعليم الأردني هو تقريبا مع الكويت معروف نعم حقا مثلا ندخال الأدوات صحيحة بس بيظل مشكلة الرواتب ما شاء الله تكون انحلت يعني مع القرارات الأخيرة ستعرفوا أنا ما بعرف يعني بواقع التعليم برضو كونه عم نحكي عن مسألة تقدير المعلمين بصراحة يعني واحدة من وسائل تقدير المعلم على فكرة مسألة الجانب المادي ما فينا أبدا نغفله لما بيكون معروف في الدول المتقدمة مثلا عندك بريطانيا ألمانيا فنلندا اللي تعتبر الثالثة أو الرابعة عالميا فنلندا نموذج رائع على مستوى التعامل كمنظومة تعليم متكاملة كتعليم ومعلم وطلاب يعني لما بتلاقي انه الرواتب المعلمين في هاي الدول تعتبر من أهل الرواتب هم في أعلى سلم الوظائف بتلاقي انه هذا نوع من تقدير الحكومة والدولة لهذه المهنة ولمدى التعب الكبير جدا في هذه المهنة فتلقائيا طبيعي جدا أنه يصير فيه برضو تقدير من قبل الأهالي والطلاب لهذه المهنة لأنه عارف لما بيكون مثلا في دولة مثل ألمانيا راتب المعلم أعلى من راتب الوزير فتلقائيا بدي يكون الطالب أو الطفل بدي يحترم المعلم أكتر من الوزير وإن كنا على فكرة إحنا هون ما بنربط قيمة الاحترام بقيمة المعلم ولكن الطفل يربط لكن تلقائيا هذا الشيء بيصير بأذهان الناس يعني الارتقاء بواقع المعلم ماديا هو ارتقاء بالمجتمع ما عليك ذكرتوني أنا كان عندنا بسوريا أشبه بنكتين حكية وحقيقة يمكن حصلت حقيقة بيبعثوا نحن عندنا بعض المعلمين للريف يعني في البداية للتأهيل وبعدين بيرجعوا فالمعلم ما عنده يعني لو كان عنده أجر سكن خاص يسكنه كان سكن فاوين بيقعد بالصف نفسه بينام وبياكله فأجاله موجه تربوي فجأة على حين غفلة وهو يقلي بيض بالصف والطلاب حاضرين طلاب صف أول أو ثاني فلما دخل الموجه قال وهكذا يقلى البيض يا أبنائي يعني على أساس هو عم يحصي عن جد هو ارتباط الأمر المادي هو اللي يخلي المعلم يرتقي ويرتقي المجتمع أيضا صحيح لا وهكذا يقلى البيض يا أبنائي هو عامل وفطور يعني طبعا يتعامل بدكاء بهذه على فكرة فعلا المعلم الزكي مختلف تماما عن أي معلم أخر أولا بيأهل نفسه بسرعة يعني إحنا كان فيه فترة كده مفيش كمبيوترات في المدارس فجأة بقى فيه معمل فمطلوب أن المعلم يكون قدام الطلاب على الأقل يعرف يتعامل صحيح فالمعلم الزكي أهل نفسه بسرعة وبقى قدام تلاميذه آه يعني مستوعب الموضوع لأن خلاص تلاميذ سبقت المعلمين في كل ما هو تكنولوجي يعني يعني بيعرفوا اللي عنده تابلت واللي عنده أكاونت وهو لسه ست سنين كده فأصبح المعلم اللي مش بيواكب التطورات الثقافية في مجتمعه متأخر جدا جدا الغريبة بقى أن فيه بيتطوره بشكل يعني ايه مش مطلوب أهو ده التطور اللي مش مطلوب الإبداعي نحن نسميه الإبداعي بقى اللي وصل لمرحلة يعني ايه مش هو ده المعلم بالصورة اللي احنا محتاجنا يعني تشوفوا طلاب دلوقتي تشوفوا معلمين في مصر يستخدموا الطابلة والرق وبتاع عشان يعلموا الأولاد بطريقة فممكن يقوم بحركات طبعا لا طريق بي كمعلم في الفصل من ناحية الإبداع يعني بيواكب الجو والحداسة وبقت الدنيا دنيا مهرجانات الأغاني مهرجانات في الشوارع وبتاع دي أغاني شعبية بقى إيه اللي هي من قاع المجتمع فهو بيحاول يبقى إيه شعبي معاهم عشان يوصل لهم المعلوم هو ده إبداع بس إبداع غير مفهول لكن هذا غير سيبي يعني هذا تطبيق وليس إبداع يعني حقيقة يعني يعني هو طبق أمور يعني فيه بالتكنولوجيا أشياء تغني عن كل هذا الأمر فللأسف أول شيء التأهيل لما حكيتي عن المعلمين في الأردن والتأهيل وكذا هذا أساسي ومهم حقيقة لكن التأهيل على مستوى التطور التكنولوجي لا يعني كان تأهيل ليعطوا منهاج نفس الأمر كتب كذا كذا لكن مثلا فيه برامج لأل المعلمين أنا أشك أنه عدد كبير من المعلمين لا يعرف لا يعرف شيئا ولا كيف يستخدم هذه البرامج مثلا إيد بازل وكاهوت ومجموعة من البرامج التي طلعت عليها فيعني سوء التخطيط نرجع لأمر سوء التخطيط وعدم مواكدة التكنولوجيا سواء من الحكومة أو الذي يقود هذه العملية أو من المعلم ذاته هو أعتقاد المعلم أيضا يستطيع تطوير نفسه رغم كل الظروف يعني الآن نحن في الحروب السورية أنا أتابع عن معلمين في الخيم يقوموا بمجال جبار جدا الإبداع ليس مقصورا على أي جانب سواء تكنولوجيا أو غيره نحن طبعا نطالب التكنولوجيا وغيره لكن الإنسان اللي حابب أنه يطور من نفسه وخاصة المعلم عندما وصل لهذه الدرجة العالية من الثقافة هو يستطيع في الحقيقة أن يطور نفسه يعني أنا في مثال عندي بسيط لما كنا في الجامعة في عنا دكتور أعطى أعلى علامة لطالب استخدم وسائل بسيطة جدا فنحن احترنا طيب هذا الطالب شو كيف أخذ هذه العلامة العالية الدكتور طلب منه أنه يتحدث لنا فتحدث الطالب كانت تحدثت قالت أنا لما حضر الدكتوروية أصلا تأخذ سن روضة يعني نحن بصير لدينا كشف ميداني يأخذ علامة عليها الطالب كيف يقدم حصة للطلاب فلما نأجل عند المعلم أخذت الطلاب في جو الحديقة تبعت الروضة وقدمت حصة رائعة في الطبيعة الآن حقيقة هذه تعتبر من الوسائل الإبداعية التي يستخدمها المعلم تتعلمهم كيف مثلا الحواس الخمسة عن طريق شم الأزهار يستطيع المعلم حقيقة أن يفتكر أفكار إبداعية في هذه الحالة رغم أحيانا تكون فعلا وسائل بسيطة فعندما يرغب شخص بتطوير ذاته يستطيع أن يطور ذاته لكن يحتاج لمساعدة أنا لا أنكر أنه أي معلم يحتاج إلى مساعدة المساعدة دائما تأتي من جهات عليا الحكومة هي المسؤولة عن تقديم المساعدة للمدارس أيضا وللمعلمين حتى على أبسط تقدير مثلا الإدارة مؤسسة أصغر المؤسسة بالنسبة للتعليم الإدارة ممكن تدعم بشكل رائع كنا عم نحكي عن المسابقة اللي فازوا في المدرسة مسابقة المسرح قبل قليل يعني برا الهوى فكانت الإدارة مثلا أنا أذكر كمثال أي شيء بيطلبه المعلم حاضر فأحيانا بعض الإدارات أذكر أنا من سنين جيت أعملت لوحات بالمدرسة فوالله المدير قال لي خربتين المدرسة يعني عن جد يعني مرت معي في سوريا وفي تركيا أما مثلا هون بدنا هيك بدنا هيك بدنا مشل المسرح المسابقة فعلا يعني أي شيء طبعا مع تقصير من ناحية الطلاب مثلا أحيانا الطلاب في يعني نقص عندهم مثلا الطالب أحيان هو بيجيب أوراق أو هو بيجيب بعض الكتب الإضافية أو كذا في تحميل للطلاب ببعض الأمور لكن كمسابقات كأنشطة كمدرسة بتدعم كامل يعني على الرغم ممكن مر علي كتير من المدرسين بالفعل اللي أبدعوا كانوا مبدعين جدا بإعطاء موادهم وكانوا بيطلعوا عن المألوف بالصدقا ما فينا نغفل أهمية الأدوات أنا عم بشوف حاليا مثلا صلي فترة عم بحضر بصراحة مسلسلات ألمانية فبيكون ضمن المسلسلات بيتعرضوا لحياة الطلبة حياة المدرسة إلا ما يجبوا لك البيئة الصفية بصراحة أو طريق التفكير أطفال بعمر العشر والإحداشر سنة بصراحة في فجوة كبيرة جدا بيننا وبينهم لدرجة أنه أحنا يعني صرت أشوف أنه إحنا ما بعد العالم الثالث فعلا فجوة على مستوى التفكير على مستوى الثقافة على مستوى الفلسفة التي تعطى وهي إلها علاقة بطبيعة الثقافة والبيئة الموجودة وثقافة المعلم بحد ذاته اللي بيعطيها للطلاب فجوة على مستوى الأدوات لا إحنا فيه أشياء كثيرة إحنا تأخرنا فيها على سبيل المثال الآن أدوات الذكاء الاصطناعي دولنا العربية بالمجمل متأخرة فيها في الوقت اللي كل العالم يتجه إلى أبسط أدوات الذكاء الاصطناعي من الأبسط إلى الأكبر في الوسائل التعليمية إحنا مفتقدينها تماما طيب في حال مثلا هذا الطالب بده يدخل جامعة بده يدرس هندسة هندسة ميكانيك أو أي نوع من الهندسة اللي بتطلب التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي بده يطلع على دولة أجنبية طلعت له منحة هو فيه فجوة كبيرة جدا رح يلاقيها وهذا شيء عم بصير حاليا عم نسمع طلاب بقولوا إحنا ماشي كمعلومات متفوقين بس فيه فجوة حقيقية بيننا وبينهم على مستوى الأدوات على مستوى فلسفة استخدام هذه المعلومة جوهر هذه المعلومة ربطها بالحياة إحنا هذه أمور نفتقدها في الأمور التعليمية تقع على المعلم وفيه مسئولية على منظومة التعليم وعلى الحكومات ما بعرف اللي يمكن خلص تركت المعلم أو خلت المعلم ما يشعر بقيمة هذه المهنة العظيمة اللي المفروض أنه يحولها لفنسفة حياة كلها المعلم غلبان يا جماعة أقسم بالله المعلم شوفي هو غلبان بس المسئولية على الجريع المعلم في النهاية بنا آدم بنا آدم عنده متطلبات حياة كتيرة جدا على فكرة عنده بيت ومسئوليات تانية كتير فهو بيلف في هذه المنظومة الوحدة مطلوب منه أنه هو يواجه تقرير مينة؟ نعم الآن في تقرير اليونسكو في عام 2017 ربض جودة التعليم بالحكومات عندما تصلح الحكومات في هذه الحالة تصلح الجانب التعليمي هو حقيقة أكد على هذا الجانب وأيضا ذكر عدد من الدول التي يسود فيها الجهل يعني مسكور فيه عندنا مثلنا بتقولي 14 مليون في مصر لا يتقنون القراءة والكتابة هذا مرتبط أيضا في العملية التعليمية عندما الحكومة لا تولي جانب التعليمي أهمية كبرى نجد في هذا الجانب اكتزاز المدارس هذه إن وجدت للأسف أحيانا لا توجد نجد تدني أيضا رواتب المعلمين نجد أيضا شروط أو المعايير غير مطبقة معايير لا بد أن تطبق هناك أي معلم لا بد أن تكون هناك معايير الجودة للمعلم معايير أيضا للمدارس معايير الوسائل التعليمية معايير للمناهج هذه جميعا لا بد أن تطبق بشكل جيد أيضا هذا التقرير تحدث عن المسائلة يعني لا بد أن يكون هناك مسائلة عن التعليم في حالة عدم وجود مسائلة للأسف تنخفض جودة التعليم وأكد على أهمية المشاركة الديمقراطية لوسائل الإعلام في نشر مشاكل العملية التعليمية الآن في الدول المتخلفة التي يسودها الفقر والفساد للأسف تمنع الحكومات وسائل الإعلام من نشر المشكلات التعليم فلا نستطيع أن نعرف أيضا ما هي هذه المشكلات تحدثت في السابق فقلت أن في سيناء الآن تهدم المدارس أيضا إذا قرأنا مثلا عن الجانب التعليمي في مصر نجد أن هناك مروحة تقع على مثلا رأس طالب تقضي عليه إذن هناك لا توجد معايير حقيقية في هذا البلد وفي أيضا في بلاد أخرى ودي دكتورة تحديات للمعلم برضو يعني أنت مطالب أن أنت كل ده قدامك صحيح وأن أنت تشرح بقى كويس وتوصل المناهج للطلاب من المناهج يكون عدد معين من الطلاب موجود في الصح ده ناهيك عن أن المناهج أساسا اللي أنت بتدرسها أعظم أنت مش مقتنع بيها أنت عارف أن هي مش هتوصل حاجة للمتعلم أو مش هتوصله لشيء هو مجرد يتعامل الإحصائيات عن من المتقدم في التعليم بنلاقي نفسنا إحنا متأخرين متأخرين في آخر القائمة يعني حتى توفير الوضع الجيد للمعلم مثلا بعض المهن في المشاغل في الصناعة في أي يذهب إلى المنزل خلاص بيرتاح يعني انتهى أما المعلم بيظل بيفكر فعنده عمل حتى في المنزل المعلم صحيح تحضير في المنزل يعني لازم تكون كل سبل الراحة متوفرة أنا قرأت خبر عن كوريا مثلا اهتماما بالتعليم فمثلا المعلم كمكافأة معفي من خدمة الجيش الخدمة الإلزامية نعم يعني أمر رائع في منطقة أخرى مثلا اهتمام بالجانب المادي أو في بلد آخر فياتر هل المعلم عندنا معفي من هذا الأمر من الخدمة الإلزامية نعم الله قرأت خبر حقيقي عن مصر استغربت فيه معلم حاز على جائزة في الجمهورية اسمه ياسر رشاد حاز على يعني جائزة أو مسابقة وضعتها الجمهورية نعم عن المراجعة البيئية فأخذ جائزة عليها ما هي هذه المكافأة التي حصل عليها حصل على مكافأة 35 جنيه تصرف في عام 2032 تقريبا أو 37 يعني مبلغ يقدر بـ 2.5 دولار حقيقة يعني فحتى المعلم نفسه قال أنا شعرت بالإهانة لهذه الجائزة التي أخذتها أنا كان بكثير يسلم علي الوتيت إذلال المعلم ده أصبح مقصود إذلال رهيب يعني حقيقة يعني كده بقى مقصود وممنهج حتى بالمسلسلات لاحظي أحيانا سخرية من المعلم فهو دائم أدرست المشاغبين أسست لأكبر سخرية يعني لأسف الشديد أنه يعني رسخت في أذهان جميع الطلاب وصاروا يستسلموا على عملية على فكرة سخرية من درسل من يشكل شخصية الطالب أجيال المستقبل المعلم هو الذي يشكل هذه الشخصية من يزرع القيم الأخلاقية وحتى الإنسانية إذا لم نرد أن نتحدث عن الدين نقول الأخلاقية والإنسانية حقيقة من يزرعها في نفوس الطلاب هو المعلم فالمعلم يقوم بدور جدا عظيم عندما أقوم أنا بهدم هذا الدور الذي يقوم به المعلم في هذه الحالة للأسف أنا أهدم العملية التعليمية بكاملها وهذا ما يحدث منذ عشرات السنين في الوطن العربي لكن تحدثت الأخذ فقالت في تركيا مثلا له احترام كبير جدا المعلم هذا منذ الصغر منذ عشرات السنين هم يزرعوا قيمة احترام المعلم لدى الأطفال الدول الأوروبية أيضا تسير وعنها في عندها أخطاء ما بألك لا ولكن ليس بالشكل الذي يسير به العالم العربي حقيقة العالم العربي الآن نسمع لكثير من المشاكل المعلم يضرب المعلم تهاجم سيارته لماذا؟ لأنه وضع أسئلة لم يستطع الطالب الكسول أن يجيب عنها يقوم مثلا بضرب المعلم يقوم بتخريب سيارة المعلم طيب وين الأخلاق التي يجب؟ مش بس هيك بتعرفي شغلة في بعض المدارس للأسف الشديدة اللي بتكون عندها هامش الحريات اللي يعطى للطالب زيادة عن النزوم لدرجة أنه يسمح له ممارسة أي شيء غير أخلاقي في المدرسة هذا الشيء موجود طبعا في المدارس الخاصة والإنترناشنال صحيح للأسف الشديد لا يحق للمعلم أن ينبه الطالب لأي تصرف خاطئ في المدرسة هذا الشيء يحدث الآن في مدارسنا في الأردن مدارس الإنترناشنال العالمية صحية مدارس متقدمة على مستوى التعليم مش مختلفين لكن للأسف الشديد فيها مش من التصرفات غير الأخلاقية صاروا الطلاب مسموح لهم أنه يتصرفوها في المدرسة أي معلم بيجي بده يعترض المديرة بتحكي أو المدير أنه أهله سامحين له تيجي بدها توصل رسالة لأهله وهذا شيء يعني حصل مع صديقات إلي بيشتغلوا بالسلك التعليمي تيجي الأم بتحكي ما دخلك؟ أو ما دخلك؟ صحيح للأسف الشديد يعني إحنا داخلين دافعين فلوسنا صحيح فأنت ما دخلك بتوقف عند حدك صحيح أهمية التعليم القيم اللي لازم يبثها المعلم أعتقد أنه إحنا المنظومة عندنا في عالمنا العربي ضاربة من الأساس أنا سمعت حتى نفس الأمر هون بعض المدارس المهنية طبعا أنا حكيت بالبداية عن مدرستي كبنات يعني نعم فبعض المدارس مهنية خاصة عند الشباب نفس المشكلة بيمروا فيها بس أنا حاب أحكي شغلي أنه لفت انتباهي يمكن من الظلم اللي عم نعيشه نحن تضامن نقابة المعلمين مع المعلمين أنا كتير استغربت من هالأمر في الأردن نحن دائما بالسوريا المعلم لحال نقابة المعلمين بالذات في الأردن لأنه كوضعه طلعت من المعلمين هي لم تفرض من الحكومة على فكرة في الأردن كانوا المعلمين يناضلوا من السبعينات أو قبل لحتى يطلعوا نقابة المعلمين من المفارقات على فكرة أنه أحد المعلمين اللي كان يناضل بالسبعينات هو كان من الحزب الشيوعي اعتقل حتى وجدت أنه بنته نشرت على اعتقل طبعا بالسبعينات بس الحمد لله صار فيما بعد إحنا ألغيت في مطلع التسعينات الأحكام العرفية وصار نوعا ما في عندنا هامش من الحريات ونضال المعلمين استمر إلى أنه قدروا قبل سنوات قليلة على فكرة أنه يأسسوا نقابة معلمين فهي نسبيا هي مؤسسة بشكل حديث جدا في الأردن بعد كثير من النقابات اللي كانت موجودة مثل نقابة الأطباء والمحامين فيها درجة من الديمقراطية حقيقة فيه درجة من الديمقراطية بس شوفي على فكرة عملية النضال أنت هون جبتي يعني صيرت عملية النضال بالأردن بالفعل كان يعني هذا المدرس اللي طالب بإنشاء نقابة معلمين بالسبعينات تم اعتقاله وكان ممنوع إقامة نقابة معلمين في الأردن يعني المعلمين على مدار سنوات طويلة كانوا عم بيطالبوا إلا أنه استطاعوا بعد سنوات طويلة أنه بالفعل ينجزوا ويكون فيه نقابة معلمين وتم اختيار النقيب والمسؤولين أو مجلس الإدارة ما بعرف كيف الهيكلية الإدارية المهم تم اختيارها في الأردن من خلال الانتخابات الجميل في الموضوع أنه أيضاً بدأت بعملية النضال لرفع الرواتب من سنوات هي مش حديثة من 2014 بالضبط لحد ما وصلوا للبيك في هذا الموضوع نعم أنه خلص فالسكرة أحياناً فالسكرة أحياناً أن يلاقي حد يتكلم بإسمه صحيح المعلم مظلوم نعم المعلم يعاني نعم اقتصادياً مبادراً مادياً بدنياً إذا قام بقى بدروس خصوصية وما نلمش المعلم إذا وما نلمش المعلم إذا أيضاً كمان هو علم مسئوليات أنه هو يطلب بحقوقه إذا لم تجد من يتحدث بإسمك فين صوتك أنت ما أنت راضيت بالواقع ما أنت راضي أنا دلوقتي كنا بنتكلم في سينا سينا محافظة من المحافظات المصرية تم هدم المدارس اللي فيها بالكامل فأصبح لنهار دا المعلمين بيقطعوا خمس ساعات عشان يوصلوا لل المدرسة الصبح طب هو لما يطلع من بيته إمتى عشان يوصل يدي فترة صباحية بيوصل للصاعة 11 بقي ساعة فقط وينتهي اليوم الدراسي للفترة الصباحية ويسجل حضوره ويرجع معنا فأنت فهلاً وإنت لم تتحدث عن ظلمك بشكل لكن لا يستطيع التحدث للأسف لابد أن هو يأخذ الجانب الإعلامي حقيقة لم ينجح الإضراب في الأردن إلا بسبب وقوف الإعلام والأهيل طلعاً المشاركة بالديمقراطية بأن الإعلام يكشف جوانب مشكلات القضية التعليمية وأيضاً سماح الحكومة للإعلام بأنه يكشف هذه الجوانب من أجل ذلك نجحها وللنقابة المعلمين من 2014 وعدتها الحكومة أنها سوف ترفع وفي كل سنة سوف ترفع ولم ترفع فبالتالي عندما حصل هذا الإضراب لم تنجح ينجح إلا بسبب كشف وسائل الإعلام وسائل الإعلام وقفت بشكل كبير جداً بجانب طب إذا لم يكن دكتور النهاردة كله يعني السوشيال ميديا أصبحت يعني أسهل ما يمكن أن أنت ترفع قضيتك عليها وتعمل قضية رائعام مش محتاج إعلام يقف جنبك والله محتاج رائعام حقيقة الإعلام له دور كبير جداً نعم بس إحنا بنحلم يعني في الوطن العربي مش كل الإعلام والأنظمة الإعلامية حتقف مع الناس صحيح ده كله تابع للسلطة والأنظمة فأنت لابد أن أنت تجد مخرج لسلطك حتى ولو كان السوشيال ميديا لو تضامن لو إضراب زي اللي حصل لو اعتصام لو حتى أنه ينشر قضيته على السوشيال يعني أضعف الإيمان أنا بقولك على الفكرة عايزة بس أوضح القمع بالضبط القمع اللي هو أثر كتير المدرسين اللي بيوصلوا في سينة لمكان تاني اسمه الشيخ زويل بياخدوا خمس ساعات مع أن الطريق عشرين دي يقف بس بسبب الحواجز بسبب الكماين الموهودة والحواجز كل شوية يوقفوا المدرسين ويفتشوهم طب ما تخلق بقى أنت طالما تعمل كل الكماين دي احمل مواصلة المدرسين عشان تؤصلهم المدارس درجة الفساد حقيقة لابد أن تقيسي في كل دولة درجة الفساد درجة الفساد الآن الموجودة في مصر هذا ليس كلامي هذا كلام عالمي معروف كبير جدا لذلك المنظومة التعليمية لديكم يرسى لها لكن ممكن نقول في درجة جاتنا الفساد في الدول العربية تختلف كلما زادت درجة الفساد زادت درجة الفقر وأيضا زادت درجة تدني مستوى التعليمي العملية التعليمية في جميع الدول هذه مترابطة مع بعضها البنك الدولي مثل ما قلت لك ربط حتى الاقتصاد أي بلد ربطوا بالعملية التعليمية عندما ترتقي العملية التعليمية تقل نسبة البطالة فبالتالي يرتفع الاقتصاد هذا الموجود في مصر نسبة البطالة في مصر كم بلغت درجتها وصلت لحقا و30 فبالتالي هذه الدرجة مرتبطة كلها مع بعض هي حلقة لا تنفصل انصلاح العملية التعليمية في مختلف البلاد يتبعها دائما اصلاح مثلا العملية يعني اصلاح الجوانب السياسية الاقتصادية حتى اصلاح أنا بقلك حريات الرأي يعني كلما انتشرت ديمقراطية درجة من الدمقراطية في أي بلد نلاحظ أن العملية التعليمية ترتقي إلى الأفضل يعني الواقع السياسي برأيي له الأثر جدا كبير يعني اذا تغير طبعا في بعضهم مصر هي أم الدنيا أم العلمة الآن ما نستطيع أن نتحدث عنها سوريا نفس الشيء العراق أنا استغربت في التقرير يعتبر العراق واليمن من أدنى الدول في جانب التعليمي بعد الحرب يعني بعد الحرب بينما العراق في السابق تحدثي عن العراق في السابق كانت من أول الدول كانت الأشباب من زمان كانوا يذهبوا للعراق ليتعلموا إذن يرتبط الفساد ارتباط كبير استعرف تكاتف المعلمين مع بعضهم البعض هاي نقطة لابد أيضا أنه نتحدث فيها وإلها علاقة على فكرة بالضمير والأخلاق يعني واحدة من القصص اللي أنا قرأتها فيما يخص إضراب الأردن على سبيل المثال الحكومة في البداية على فكرة لم تستجب وصار في عملية ابتزاز للمعلمين من خلال إرسالها رسائل لا الطلبة وأهالي الطلبة أنه يداوموا ومن خلال إرسال رسائل لا إرسال رسائل لا معلمين ما عندهم وظيفة إنه بإمكانك تيجي تتقدم للوظيفة احتياط وتاخد راتب المعلمين رفضوا على الرغم أنا قرأت مجموعة من القصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه ما كانوا يملكوا وظيفة والله في شخص بعرفه إنه يعني هو محتاج بأمس الحاجة لراتب ولم يقبل لأنه شعر في هذه الحالة إحنا بصفي ما في ضمير إنه إحنا فيه عم نطالب مش بس بحق معلم واحد عم نطالب بحق أم فعليا حق المعلم مرتبط بحق الشعب بحق المواطنين فإنه يتم عملية الابتزاز بهذه الطريقة هذا شيء ما إلو علاقة هذا يعتبر فساد أخلاقي رفض المعلمين إنه يتقدموا بالوظيفة كإحتياط أيضا ساهموا أو يعني وصلوا لمرحلة إنه المعلمين ككل ياخدوا حقوقهم أعتقد التكاتف شوفوا العملية النضالية بالنهاية والدنيا لا تأخذ غلابهم صحيح يعني أعتقد أنه إحنا محتاجين نضال كبير جدا في عالمنا العربي لحتى نوصل لأنه المعلم يأخذ حقه وضعنا السياسي صعب صعب إحنا مش مختلفين على ذلك لكن باعتقادي لما يكون في بؤرة بؤرة معلمين يجتمعوا يستطيعوا أنه يكسبوا الرأي العام رح يشجعوا غيرهم إنه خلص الناس بتصير تشوف إنه في ناس بدأت تتقدم يعني وتطالب بالحق فلا إحنا ما نوقف معها باعتقادي بهذه الطريقة ممكن إحنا نوصل لعني الضغط على حكوماتنا العربية لحتى نوصل لحل بصراحة القصة إنسانية جدا جدا ويعني مؤثرة وعلى فكرة ده بيدل على إن المعلم كمان فيه أصول جواله بد أنها تكون حاجات أخلقية صحيح هو كده الحمد لله مازال صف المعلمين في الأردن محافظين على هذا الجانب بداخلهم فإن شاء الله الأجيال اللي جاية تكون على خير معناته معلمون كان لهذا الرفض جيد كان معلم جيد بالضبط يعني شوفي سلسلة سبحان الله هي دي اللي إحنا بنتحدث فيها لكن كمان بالقياس بقصة إسراء إحنا عندنا دكاترة الجمعيين وهم معلمين أيضا في الجامعة بصراحة بصراحة يعني وأنا ما بقولش الجميع لكن معظمهم وقف مع النظام الحالي بشكل غير عادي يعني كان بيكبت الطلبة وكان بيكبت حرية التعبير بشكل كبير جدا كان بيمنعهم حتى تظاهروا التظاهرات السلمية ضد النظام فجي في الفترة اللي فاتت بيطالب هو بقى بحقوقه بقى إيه دكاترة فعلا محدش وقف أعتذر لهم يعني أنتوا بقلكوا سنوات طويلة جدا بتكبتوا حق الناس في التعبير حق الطلبة اللي هي الفئة اللي هي مؤسرة جدا جدا في المجتمع وممكن تضغط على أي نظام أنه يمشي عادل لو هو معوج أو لو هو منقالب أو 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 فأنت النهاردة كبدت هذه الروح وجاي النهاردة بتطلب بحقك فما لقيتش من يقف بجانبك أنا أتذكر أن في سنة من السنين وإنما حكيت القصة دي قبل كده كان في الجامعة بيبقى فيه طلبة ومش بيقدروا يدفعوا يشتروا الكتب وأنتوا عارفين أن المرحلة الجامعية بيبقى شوية لدكتور لوضعه وعنده جزء مادي لطيف ويقدر يعمل كتاب واثنين وثلاثة واربعة في السنة الواحدة يعني في الترمون الواحد ينزل له كتابين فبيبقى بالنسبة له حاجة يعني الجزء المادي بتاعه أو الحياة القصادية بتاعته مزي المعلم في المراحل التانية هو ألطف بكتير يعني فبيجي مجموعة من الطلبة مش قادرين يشتروا الكتاب فبيقال لهم روحوا ادخلوا للدكتور في القوضة بتاعته حجرته وبقى اتحيلوا عليه شوفوا بقى أنتوا هتعملوا إيه مع الدكتور تصرفوا وصفوا لحالتكم فطلعت صديقة لي منهارة بشدة جدا من جوه قولها إيه اللي حصل إيه في إيه فقالتلي أنا بقول للدكتور أنا دكتور مش هقدر أشتري الكتب لأن الظروفنا القصادية وبابايا ومش عفاقوا الكلام ده فلا أخاتم في إيديها قال لها ما أنت لابسة خاتمة وروحوا بقى واشتري الكتاب يعني أنا أقول لك فيه نمازج زي ما بيكون إحنا النهاردة فعلا المعلم مهدور حقه لكن أيضا الجانب الأخلاقي لو لمسناه زي ما حصل في قصة إسراء كده شفتوا تأثرنا إزاي شفتوا إحنا بالفعل أنا حروح أدور على القصة دي وأشوف مين أصحابها وأبدأ أتواصل معهم لأنه فعلا الناس يستحقوا التقدير لكن على الجانب الآخر أيضا أنت النهاردة لما مناعت الطلبة يعبره محدش وقف معاك وإنت برضو عندك مشكلة حقيقية دلوقتي يعني الجميع بقى يعاني من مشكلة القصادية لأنها مشكلة البلد كلها فإنت لما بقى عندك مشكلة حقيقية محدش وقف جنبك في حين أن أنت قد تكون بتعاني بالفعل لكن أنت لم تمارس الجزء الأخلاقي في حياتك مع الطلبة لذلك لما جت تطلب بحقك محدش وقف معاك فهي برضو زي ما يكون حاجة تردية كده لكن هي ليست عموم حقيقة أنا لم أعمل صحيح أنت ما أعممتي لكن المعروف علميا كلما استزاد الإنسان في طلب العلم كلما يعني صراحة ارتقى حتى أخلاقيا يعني كولبرج عنا عالم تحدث أنه كلما يعني بلغ الإنسان في دراسات أعلى في البكالوريوس في الماستر في الدكتوراه هو حقيقة حتى يهذب أخلاقيا العلم يهذب النفس لكن أنا تعقيبا على كلامك للأسف إذا بناخد حالة مصر هم المشكلة طلعوا كل الدكاترة الكويسين وخلوا الدكاترة فهم هون يعني وضعوا هون لم تحدث مشاركة ديمقراطية في هذه الحالة الحكومات أخذت الدكاترة اللي هم يرضوا عنهم ووضعوهم فلم نعود نستطيع أن نقيس عليهم بينما في الحالات العادية هناك مستوى أو درجة معينة في الأردن من الديمقراطية فتوجد حتى معلمين معارضين وعادي بتحدثوا يعني أنا أقرأ لمقالاتهم يعني في عندهم درجة من المشاركة في الديمقراطية ولا يمنعوا فلذلك نلاحظ أن الفساد هو درجة أقل دائما نربط الحكومة بدرجة الفساد كلما ازدادت يعني درجة الفساد للأسف هبط الجانب التعليمي كلما لو ارتفعت قليل دول الأوروبية إذا أخذنا مثلا دول الأوروبية الجانب التعليمي فيها مثلا على درجة عالية جدا تحدثت في السابق خلتي هذا صحيح دول الأوروبية الآن تحصد أعلى درجات في السلم التعليمي لكن بسبب أيضا لديهم درجة عالية من الديمقراطية حقيقة الديمقراطية هي التي تسمح بكشف مشكلات التعليم الآن عندما أنا أتحدث عن مشكلات التعليم أتحدث عنها بهدف لنا هدف نحن نسميه تقييم عندما نتعرف على مشكلاتنا نستطيع أن نحلها للأسف عندما نغمض أعيننا عن هذه المشكلات ولا نسمح لأحد بالتحدث عنها في هذه الحالة ستزداد هذه المشكلات ولا نستطيع أحلها ولا نرتقي أيضا بالعملية التعليمية فأنا بركز أوركز على دور الإعلام الإعلام له دور مهم في كشف مشكلاتنا عندما تكشف هذه المشكلات في هذه الحالة أستطيع أن أحلها في الأرض نحلينا المشكلة لأن انكشفت هذه المشكلة يعني أنا حاسة بس كأنه نحن صرنا نحكي عن رفاهية التعليم بالنسبة لبلاد الحروب هلأ يعني يمكن المعاناة صارت عندهم أكبر مثلا خيام وأنا برأيي الوضع السياسي يطول أو سيبقى طويلا إلى فرج الله فبرأيي لازم في حلول حتى بالمناطق شكرا